الراحة بتاعت الفريق اللي قرارها ميستر مارسل كولر 24 ساعة بكرة يبدأ التحضير لمباراة شباب بلو الزاد وهي مباراة مهمة على كل مستويات واحد أهم شيء أهم شيء سيبك من التحضير لكاس العالم وسيبك منك تطمن على مستوى الفرقة أهداف مهمة آه لكن أهم شيء هو الوصول لنقطة سبعة ليه؟ لأن المجموعة حساباتها متعقادة صحيح أنت النهاردة في صدارة المجموعة لكن وراك ميدياما وشباب بلو الزاد الاتنين عندهم تلات نقاط أنت في رصيدك أربع نقاط مباراة شباب بلو الزاد يوم الجمعة الجاية هتبقى تاني مطشاتك على ملعبك لعبت من ديما قبل كده هتلعب مع شباب بلو الزاد النقطة سبعة بالنسبة لك فارقة نقطة رقم سبعة بالنسبة لأهلي فارقة ليه؟ لأنك بعد كده في الدور التاني من دور المجموعات هتلعب مطشين برة ومباراة يانج أفريكانس بس هتبقى على ملعبك فإنك تدخل الدور التاني من دور المجموعات في الصدارة ده يقلل بشكل كبير جدا من الشد العصبي ومن التوتر ومن الضغط على النادي الأهلي ويدمن لك بعد كده إن شاء الله لأنه طبيعي طبيعي جدا فيه ظل الأسماء اللي موجودة معنا في المجموعة دي أنه الأهلي يتأهل الأدوار الإقصائية ونتمنى طبعا أن التأهل يكون في المركز الأول زي ما قدت لحضراتكم ممكن جدا المباراة دي تشهد عودة أنا يمكن هأجل نقطة العائدين أو السكواد الأهلي اللي ممكن يكون هيظهر في مباراة بكرة بعد ما نتطمن إن شاء الله على ياسر إبراهيم النهاردة هيخضى على فحص طبي أعتقد لعيبة زي أكرم توفيق ممكن جدا يكون لها فرص كبيرة جدا في الظهور في مباراة شباب له زداد أنتوني مودست موقفه إلى حد كبير هيتضح بالنسبة لي شخصيا مع تمنيه البكرة وأنا موجود مع حضراتكم في السادسة هتكلم في السكواد الأهلي اللي إن شاء الله هيتم تجهيزه أو يحضر لمباراة شباب بلوز زداد